أبدأ معك يا سيدتي وصال غربوي مساء الخير إذن الأرقام التي ذكرتها وزارة السياحة هي أرقام تدعو للتفاؤل هل هناك معطية أوفر عن هذه الأرقام التي أعلنت عندها وزارة السياحة ما هي دلالتها كذلك في هذا الشهر بالضبط من هذه السنة مساء الخير سيدتي ومساء الخير مشاهدين الكرام وسعيدة بلقائكم وبلقاء الزملاء كذلك بالفعل تعريف السياحة المغربية انتعاشا جد مهمة وعرفت هذه الانتعاشا خلال خمس أشهر من سنة 2022 وأذكر أنه بعد الجائحة كانوا جميع توقعات حتى بالنسبة للخبراء الدوليين كنا كانت توقعوا أن تكون واحدة الانتعاشا اتداء من سنة 2024 ولكن الانتعاشا والحمد لله هي بدأت أن تسجل بداية من هذه السنة والأسدوس الأول أعطاها واحدة بعدد المؤشرات في سياق دولي يتسيم كذلك بحركية سياحية كبيرة وصلت إلى تقريبا ما يعادل 80% كنسبة استرجاع يعني الدينامية السياحية بالنسبة للسنة المرجعية دي 2019 أولا نتكلمه على السياق الدولي قلناك إن 80% دي نسبة الاسترجاع بالنسبة للسنة المرجعية الجهة التي سجلت أعلى وطيرة الاسترجاع هي جهة الشرق الأوسط بزائد 15% وهذه معطاية دي المنظمة الدولية للسياحة هي منظمة تابعة كما يعلمون جميع الأمم المتحدة أوروبا استرجعت تقريبا 90% من نشاطها السياحي مقارنة بالسنة المرجعية دي 2019 وهذه كلها هي مؤشرات مهمة كانت كذلك عندها واحد يعني الوقع على الدينامية دي السياحة المغربية بالنسبة للبلدنا وخلال خمسة أشهر كما ذكرتم في دي هذه السنة حسب الأرقام دي المرصد الوطني للسياحة واللي نشرتها كذلك وزارة السياحة العدد دي الرحلات أو دي المسافرين اللي ولجوء المغرب في الخمسة أشهر الأولى من هاته السنة هو تزاد في تزايد بنسبة 20% بالنسبة للسنة 2019 اللي هي سنة مرجعية أما بالنسبة لسنة 2022 نعلموا جميعا أن تلت الأول أو تلت شهر الأولى دي السنة 2022 كانت الحدود مغلقة وكانت الدينامية السياحية شيء بمتوقفة فمن الطبيعي أن الوطيرة دي الاسترجاع تكون يعني عند واحد الفارق كبير بالنسبة للأرقام لكن هذه الأرقام دي العدد الوافدين بتزادوا بواحد الوطيرة مهمة ذائد 20% لازم نديروا لواحد القراءة الدقيقة ويكون لنا واحد القراءة لنكملها ببعض المعطيات وحدة أخرى مثل ليالي المبيت اللي سجلت في الخمس أشهر الأولى على السعيد الوطني واحد تزايد بجوش في المياه فقط وكان واحد العدد المعطيات ذي هي الدقيقة ولازم أن ننتبه لها المكون دي العدد الوافدين هو كي تكون بنسبة زائد تقريباً 48% بالنسبة للمغربة العالم وزائد 4% تقريباً بالنسبة للزوار أو السياح الأجانب يعني 100% وأما بالنسبة لليالي المبيت فكنشوف بأن الوطيرة ديال التطور ديال ليالي المبيت هي يعني بطيئة شيئاً ما مقارنة مع الوطيرة ديال عدد الوافدين ترجمة نانسي قنقر